موسيقى 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 ماذا حمل العام 2018 لليمنيين السياسية؟ محاولة انقلاب في عدم سباق في التعيينات فقدان الأحزاب لفعليتها مبعوث أممي جديد وجولة حوار بلا نتائج إلى الأهل موسيقى موسيقى أهلا بكم انتهى العام 2018 ولم يحمل الكثير لليمنيين على المستوى السياسي نصف انتصار ونصف هزيمة في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد هناك نصف دولة ونصف ميليشيا حتى التحالف لا أحد يدري ما الذي يريده يدعم الحكومة باليد اليمنى ويقوضها باليد الأخرى يسعى لشيء ونقيضه منذ أربع سنوات تبدو الحقيقة الأكثر وضوحا في هذا المشهد الملتبس هو تسرب الدولة من يد اليمنيين وامتهان عيشهم وكرامتهم من كل من يمتلكون القرار اليوم محاولة انقلاب في عدم مدعومة من التحالف تغيير حكومي أتى بما سمي بالتكنقراط إلى رئاسة الوزراء في ظل ظروف تتفكك فيها البلد وتخوض حربا مصيرية ماذا يريد هذه؟ ماذا يريد التحالف؟ ماذا تريد أمريكا وبريطانيا؟ ما موقع الحوثيين من هذا المشهد كله؟ الحصاد السياسي للعام 2018 نناقشه الليلة في المساء اليمنية محاولات انقلاب ثانية في عدم قوى انظهرت وأخرى أفلت ومبعوث أممي جديد قرار لمجلس الأمن وتعديلات حكومية وتحالفات سياسية داخلية وخارجية وأزمة ضارية وهادي كان هادي الغائب الأبرز في معادلة العام العام 2018 السنة الرابعة من عمر الحرب كانت الحرب قد صارت اعتيادا وبدأ اليمنيون في التآلف معها وأغفلوا حصر خسائرهم وبدأ وكأن العالم قد تجاهل المأساة في يناير 2018 تفجر الوضع عسكريا في عدن جراء محاولات انقلاب قادتها ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على الحكومة الشرعية سيطرت قوات الانقلاب على عدد من الأحياء والشوارع وطوقت القصر الرئاسي في المعاشيق وسط تغطية من طائرات الإمارات بدى الانقلاب حينها مكتمل الأركان وأوشك هادي على خسارة معركته الثانية لكن الرياض تدخلت في اللحظات الأخيرة لاحتواء التصعيد والوقوف في صف الشرعية أو هكذا بدى للجميع لم يكن ذلك ختام الصراع في عدن فخلال العام واجهت حكومة بندغر صراعا وجوديا في العاصمة المؤقتة قبل أن تشهد محاولة انقلاب ثانية في أكتوبر من نفس العام قدم خلالها عدد من الوزراء استقالاتهم جراء سلوك الإمارات مع اليمنيين ورئيسهم في شهر مايو تصاعدت حدة الأزمة بين الشرعية والإمارات حيث قدمت الحكومة اليمنية شكوى إلى مجلس الأمن عقب سيطرة القوات الإماراتية على المواقع الحيوية في أرخبيل سقطرة انحراف التحالف العربي عن أهدافه كان أحد أبرز أحداث العام 2018 حيث شهدت عدد من المدن اليمنية احتجاجات واسعة منددة بالتحالف وتغير أهدافه المعلنة ليصبح عائقا أمام استكمال تحرير البلاد ودعم مشاريع انفصالية ودعم جماعات تعمل على تقويض الدولة وكشفت الدولتان عن أطماع لم تعد خافية على أحد في منتصف أكتوبر أطيح بالدكتور أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة وإحالته للمساءلة القانونية وخلفه الدكتور معين عبد الملك وفي نوفمبر عين هادي محمد المقدشي وزيرا للدفاع بعد أكثر من ثلاث سنوات من شغور هذا المنصب كانت أزمة انهيار العملة والمجاعة القاسية قد ضربت البلاد وتداعت التحذيرات من تفاقم الوضع في البلاد 2018 حضرت اليمن في الأجندات الدولية حيث أعلن مجلس الأمن الدولي في الخامس من فبراير موافقته على تعيين البريطاني مارتين جريفث مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن خلفا لإسماعيل ولد الشيخ في الثالث عشر من يونيو شنت قوات التحالف والجيش المساند للشرعية عملية عسكرية على مدينة الحديدة وفي نفس اليوم طلبت بريطانيا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن لمناقشة أحداث الحديدة بعد ذلك بيومين دعا مجلس الأمن لإبقاء ميناء الحديدة مفتوحا رغم العمليات العسكرية المحيطة به أعقبه تنسيق أممي لإخضاع الميناء للوصاية الأممية بعد سلسلة من الإخفاقات الأممية في عقد مشاورات السلام كان آخرها في جينيف في الثامن سبتمبر استضافت ستوك هولم في السادس من ديسمبر محادثات أعلن في ختامها التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى وهدنة في مدينة الحديدة بإشراف فريق أممي لمراقبة وقف إطلاق النار في الواحد والعشرين من ديسمبر صدر قرار مجلس الأمن رقم 2451 حول اليمن يدعم اتفاق السويد حول اليمن ويتيح نشر قوات مراقبة أممية في السادس والعشرين من ديسمبر بدأ في مدينة الحديدة أول اجتماعا لللجنة الأممية بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت التي تضم طرفي النزاع اليمني والأمم المتحدة يودع اليمنيون عام 2018 بجراح وأوجاع كثيرة لكنها لا تخلو من آمال وتطلعات لما يحمله لهم عامهم القادم مجدد تلحبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المسائل اليمني كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من تعز الدكتور فيصل الحديفي بسد العلوم السياسية بجامعة الحديدة أهلا بك دكتور إذن نحن على نهاية عام 2018 كانت هناك محطات كثيرة بتحليلك ما هي خلاصة هذا العام على المستوى السياسي مرحبا بك وبالجمهور المشاهدين والمشاهدات وبالضيف الكريم الذي يمكن أن يلحق بنا لاحقا أنا سأقدم خلاصة من منظور المجتمع المحلي فأنا جزء من هذا المجتمع وما أقدمه هو وجهة نظر تحمل هذه الرؤية تفضل فأنا لا أمثل أحدا بشكل رسمي سنجد بأن هناك في ضمن هذا الملخص قضيتين كبريين داخلهما عدة مقدمات متصلات بنتائج هناك قضايا الحالة الممتد منذ بداية الحرب حتى اليوم وهناك قضايا استشراف المستقبل ما الذي سنذهب إليه دعني يعرق مبدئيا على قضايا الحالة الممتد خلال أربع سنوات نجد أن هناك داخل هذه القضية مقدمة كبرى يتفق عليها الجميع مهما تختلفوا في تفسيرها وعناوينها المقدمة الكبرى هذه تتلخص في الانقلاب في انقلاب الحوث العفاش على الإرادة الشعبية ومصادرة الدولة والنظام الجمهوري ومهما تفرعت من قضايا داخل هذه المقدمة فهي لا تخرجنا عن أس المشكلة الكبرى والمصيبة الكبيرة التي أتى بها الانقلاب هذه المقدمة أولى مقدمة ثانية في إطار الصراع والتفسير الاجتماعي للحالة اليمني هناك اختلاف في مفهوم الشرعية كيف نتعامل معها نجد بأن التسليم الشرعية لأي سلطة لا يعني الصمت عن أخطائها وفسادها إطلاقا والسمرار الشرعية أساسا مرهون بمدى إنجازاتها واحترامها للقوانين وهذا للأسف غائب وينبغي أن يصل صوت المجتمع لأولي الأمر المقدمة الثانية أو التالية الشرعية لا تعني شخص السلطة بأي حال عندما نتحدث عن شرعية لا نقصد بها عبد الرب منصور فقد يصل إلى السلطة شخص غيره ولكن الشرعية تعني منظومة القواعد الدستورية والقانونية التي ينبغي على شخص السلطة احترامها احتراما لإرادة الشعبية التي رشحتهم إلى هذه المناصب وهذا للأسف مفقود المقدمة التالية معارضة السلطة الشرعية كما يراها المجتمع وكما يراها العقل الوعي الجمعي لا تعني الخروج عليها ولا تعني الانقضاض عليها أو الوقوف بصفة الانقلاب الذي يعد أساس الشارب دهة وهذا يستدعي أن تصغي السلطة إلى هذا الصوت الناقد والتفرق حتى لا يتوظف هذه النقد لأداء السلطة الشرعية السيئة بأنه معارضة لها أو انقلابا عليها أو موالاة للحوثي المقدمة التالية أيضا الصمت عن سلوك التحالف وأدائه السيئة على الأرض لا يعني التسليم والرضاء بالانحراف عن الأهداف الأساسية وهي دعم السلطة الشرعية ودعم المجتمع اليمني باستعادة الدولة والنظام الجمهوري وأن الصمت في هذا الأجانب لن يطول وأنا هنا أود أن أوضح للقاصي والداني ولدول التحالف ولسلطة الشرعية بأن النظام الأساسي المادة الثامنة مكرر من محكمة الجنية الدولية تؤكد على أن الخروج عن أهداف التدخل العسكري لأي دولة استدعته دولة أخرى يصنف كجريمة عدوان وعليها من يحدد دولة تعرف أن تحدد هل هي تمارس جريمة عدوان بخروجها عن الأهداف أم هي تحترم القانون الدولي في دعم المجتمع اليمني نعم النتيجة التالية أو المقدمة التالية الاعتراف بالأخطاء من قبل السلطة الشرعية هي مدخل للثقة وإعادة بناء الثقة بينها وبين المجتمع ولكن هذا الاعتراف وحده لا يكفي لابد من الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية الملحة التي إلى الآن لم تقل أذن صاغية ابتداء من أصغر الأشياء كطريقة الوديعة العبر مارب التي يموت فيها الناس يوميا مرورا بتوقيف الجبهات انتهاء بتسليم القرار لدولة الإمارات والسعودية في السلم والحرب كم سأعدد قضايا كثيرة انتهاء كذلك بعدم دفع رواتب الموظفين الذين يقعون تحت سلطة انقلابية هي مدانة أخلاقيا النتيجة الأخرى في القضية الأولى أيضا الاعتماد الكل على الخارج يعتبر كارثة على المشكلة اليمنية وبدلا من الاعتماد الذاتي يتم تجاهل إعادة ترتيب البيت الداخلي وهذا خطأ قسيم تقع فيه السلطة الشرعية والسياسة الحالية ويوقع اليمن في مصيدة العبث الخارجي والتحكم بمصيره ومقدراته وأيضا يبقيه تحت الوصاية الإقليمية والدولية القضايا القضية الأخرى وهي قضايا المستقبل المنظور ماذا ينتظر الناس اليوم بعد هذا العذاب وهذا العنى القضية الأولى استمرار النخبة الحاكمة والقيادة الحزبية وقوقتهم الإعلامية في الرياض هو قريمة السياسية وأخلاقها وسلوك معيب ولابد من عودة الجميع إلى الداخل وممارسة النضال على الأرض بدلا من الفنادق إنه سلوك لا يرضى عنه أي مواطن يمني يعيش العذاب والحرب أربع سنوات القضية الأخرى الفرعية وضع خطة لا بد من وضع خطة عاجلة لاستعادة القرار اليمني بترتيب صياغة اتفاقية دولية مع دول التحالف وإحلال الأمن وإعادة العمار وصرف التعويضات المتضررين وجبر الضحايا وخصوصا أسر الشهداء والقرحة القضية الأخيرة التي حتى لا نطيل هناك قضايا كثيرة ولكن هذه أهمها كحصاد لأربع سنوات حرب لا بد من تشكيل لقنة المجتمع يطالب بتشكيل لقنة قانونية مهنية لصياغة قانون العدالة الانتقالية والعزل السياسي وإخضاع هذا القانون للاستفتاء حتى ينال شرعية عالية مع دستورة الدولة الاتحادية فالمرحلة تقتضي عقوبة المجرمين وعدم السماح للإفلات من العقاب وجبر الضحايا وإقرار العزل السياسي لكل المشاركين بجربة للقلاب والحرب والقتل والفساد وأنت اسأل بعد هذه المقدمات ما شئت حتى ننقش به بشكل موضوعي يعني الآن تحدثنا بشكل نعم ما يريد بثه المجتمع جميل نحن الآن تحدثنا بشكل نعم أوردت لنا ما ما يتحدث به المجتمع وكذا هناك بعض الاسنتاجات التي يمكن للمشاهد الكريم أن يستخلصها من أبرز هذه النقاط التي ذكرتها دكتور خاصة فيما يتعلق بالصلاع والاختلاف حول الشرعية وعدم التسليم بالمطلق يعني عدم اعتبار أن من ينتقد الشرعية موالل للحوثيين هذا يعني هذه تشير إلى إشكاليات بالفعل حدثت في الوسط السياسي وفي اليمن خلال هذا العام على الأقل طيب الآن عندما نتحدث عن المسار خلال هذا العام عن أبرز المحطات بدأ العام بمحاولة انقلابية في عدن في العاصمة المؤقتة من قبل المجلس الانتقال المدعوم إماراتيا ما الذي كان يعني ما الذي دفع هذا المجلس إلى هذه المحاولة في ذلك التوقيت لماذا أيضا في نهاية المطاف فشل في يعني هل فشل بالفعل؟ لماذا فشل؟ طبعا هذه القضية كانت تشكل قرس انذار للسلطة الشرعية ولمستقبل الدولة والجمهورية وهي تشير إلى أن السلطة الشرعية سلمت قيادها لدول التحالف ودول التحالف هي من حاولت أن تدعم هذه الكيانات الموازية للسلطة الشرعية التي أضعفتها وقعلت قرارها شب من عدم لا تستطيع السلطة الشرعية أن تعين محافظة لعدن إلا بموافقة العاصمتين أبوظابي والرياض لا تستطيع أن تعين محافظة لتعز ولأي محافظة إلا بموافقات الدول الوصاية دول الإقليم ودول الإقليم انحرفت خلال هذا المسار الطويل من الحرب من هدف الدعم الذي استدعيت من أجله والسعادة الدولة الجمهورية إلى هدف التدخل والوصاية وبالتالي كل ما رأت أن السلطة الشرعية تريد أن تستعيد القرار تضربه من الداخل بمثل هذه الكيانات لإضعافه لكن حديثك دكتور حديثك دكتور يفترض أن المسألة متحكم بها إقليميا ليس هناك أي إشكالية داخلية أثرت في هذه المحاولة هذا ما يقترح حديثك الآن لا لا نستطيع أن نقزم بهذا هي مشاكل شائكة ومتداخلة الضعف للسلطة الداخلية وكذلك التشتت الداخلي بين مطالب انفصالية في الجنوب والانقلاب في الشمال وكذلك أيضا ما تستدعيه تدخل أطراف أخرى ووجود عناصر خارجة عن الشرعية الدولية والمحلية كل هذا الضعف ساهم بخلق مثل هذه الكيانة التي تؤدي أدوارا مشبوهة الضعف الداخلي لو لم يكن موجودا لم يستطاعت الدول الإقليم أن تمارس هذه الوصاية ولكن الضعف الداخلي كان بوابة كبيرة لمثل هذا الولوغ وبالتالي اليوم لم تعد اليمن قادرة على الاستقامة بشكل مستقل بقرارها ففي كل منطقة توجد هناك خلايا وكيانات موازية ترتبط بدعم خارجي تستطيع أن تشعلها في أي لحظة تحت عنوان القاعدة تحت عنوان تنظيم الدولة تحت عنوان الانفصال تحت عنوان المناطقية تحت عنوان المظلومية تحت دعاول الولاية التي قام عليها الانقلاب يعني الرخاوة الداخلية في المجتمع وعلى المستوى المؤسسي وعلى المستوى السلطة المحلية وأيضا رخاوة السلطة الشرعية وبعدها عن الواقع الاجتماعي تصور بأنك تتحدث عن سلطة سلطة منفى تعيش في الرياض وكأن الرياض هي العاصمة السياسية لليمن يعني الحقيقة هناك استفزاز كثير لشعور اليمنين نحن نقرأ في الدستور بأن الرئيس الجمهوري هو القائد لعلاق القوات المسلحة والقائد لعلاق القوات المسلحة في مثل هذا الظرف ينبغي أن نراه متنقلا بين كل المواقع والقبهات هذا ما يفترضه المنطق والواقع العسكري أو يتنحى يعمل تعديل ويلغو منصب القائد لعلاق القوات المسلحة ويترك رئيس الأركان ووزير الدفاع والقائد لعلاق القوات المسلحة ويحملونه مسؤولية التحرك على الأرض أما أن يكون رئيس جمهوري هو القائد لعلاق القوات المسلحة وفي الظرف يهدد الدولة والنظام الجمهوري والوجود السياسي للدولة نجد هذا الرئيس يعيش بكل برود في عواصم أخرى كيف سيحس هذا الفريق الحكومي وهذه السلطة كيف ستحس بمعاناة الناس عليها من يعود ليشربوا الماء الملوث كما نشرب وأن يعيش في الظلام كما نعيش وأن يعيش مآسي الطرقات كما نعيش وأن يعيش مآسي الفقر والقريمة كما نعيش حتى يستطيع يتخذوا القرار المناسب لإعادة البناء هؤلاء الناس يديرون القرار عن طريق القلوة القال عن طريق القرارات وعن طريق الملفات التي تصلهم وهي ليست أمينة بالمطلق ولم تكون صادقة ولا مطابقة للواقع بأي حد طيب دكتور يعني بعيدا عن ما يحدث في الداخل يعني هذه كانت خطوة أو نقطة ربما سببت لكثير من الجدل في ذلك الوقت في بداية السنة في بداية العام لكن مر الوقت كان هناك يعني نوع من الإدارة للملف اليمني ونوع من الظروف الإقليمية التي تعاملت معها السلطة الشرعية بشكل جيد أو بشكل سيء لكن هناك نقطة انعطاف أخرى مرت وتأثر بها الملف اليمني هي مسألة اغتيال صحفي جمال خاشقج السعودي في في اسطنبول هناك تصاعد حدث بعد ذلك يعني دوليا ضغط دولي يتصاعد على المملكة العربية السعودية وبالتالي على التحالف كيف أثرت ذلك أو هذه النقطة كيف أثرت على الملف اليمني هذا الحدث كان يفترض أن ينعكس إيجابيا على القضية اليمنية ولكن السلطة الشرعية لم تستثمر هذا الحادث الذي شكل ضغطا على الدول العابثة في الملف اليمني كان بإمكان السلطة الشرعية أن تباشر حديثا علنيا أو غير علني في البداية مع هذه العواصم لإبرام اتفاقية دولية لضبط تدخلها في اليمن وتحديد مسألة إعادة الإعمار الضرر القتلى القرحة إعادة الإعمار في كل ما سببه الحرب من دمار وكان الظرف مواتي جدا للإستجابة نتيجة لهذه الضغط ولكن لم نجد تحركا يرقى لاستغلال هذه اللحظة التاريخية التي فعلا بدأت العواصم الرياض وأبو ظبي بتغيير سلوكها على الأرض بتحسين الوضع مثل إمداد اليمن بستين مليون دولار شهريا من المحروقات كذلك دعم البنك المركزي بخمسمائة مليون كذلك تفعيل مسألة الإغاثة كرشوة للمنظمة الدولية يعني هذه العواصم كانت أكثر تقدما من السلطة الشرعية في استيعابها للضغط وبالتالي امتصاص هذا الضغط بينما السلطة الشرعية لم نشهد لها أي فعلا أي فعلا حقيقيا لاستثمار هذه اللحظة وستمر ودون أن تستغل وكذلك المجتمع المحلي ألا ترى أنك تضع السلطة الشرعية هنا بموضع وكأنها هي الوحيدة التي تؤدي بشكل سلبي يعني الآن المشاهد إذا سامعك سيقول أن المشكلة الوحيدة في اليمنية السلطة الشرعية أنت تعلم حتى في مجال العرفة الاجتماعي عادة الطفل الصغير عندما يسئ في الشارع دائما ما تصب اللعنة على أبيه هذه معلومة لدى الجميع في منطق الصغار والكبار الرئيس عبد الربو منصور تسلم السلطة الانتقالية في ظرف الاستثنائي وهو يعلم تبعاتها ولم يتصرف وفقا لمتطلبات هذه اللحظة وبالتالي أدار ظهره للمجتمع المحلي واتجه للاستقواء على القوى الداخلية بالعقوبات الدولية واستغل الوسيط الأول جمال بن عمر كداعم للقضية اليمنية بالتدخل الخليجي إلى أداة لتمرير العقوبات ضد المعرقلين وكان يقصد هنا بالمعرقلين أطراف أخرى تفاقعوا أنها لم تعرقل دعني أكون بصريحة العبارة كان المستهدف في حسب الإصلاح باعتبار أنه هو القوى الكبيرة التي ستحرقل وبالتالي ستستهدف داخليا وسستهدف دوليا لكنها لم تدرج في العقوبات تركت الساحة فارغة لم تدرج في العقوبات الدولية يعني من عقب دوليا من أصدرت بحقها عقوبات على المستوى الدولي من قبل مجلس الأمن علي عبدالله صالح أحمد علي عبدالله صالح عبد الملك الحوثي أبو علي الحاكم هذه الشخصيات التي عقبت بشكل دولي مصيدة لأطراف أخرى ولكن عندما لم تقع هذه الأطراف في المصيدة لم يجدوا أمامهم في تسلط العقوبات غير الأطراف التي قدمت نفسها كخصم للسلطة الشرعية وللمجتمع وبالتالي كان هذا التصرف طبيعيا أن تسلط العقوبات على التحالف الانقلابي لكن أن تستغل العقوبات على هذه الأطراف التي انقلبت وأنت جز ممن سهم على تمرير الانقلاب القوات محدودة العداد والقوة يسمح لها أن تمر من صعدة إلى عمران وتسقط عمران ثم تسقط صنعات ثم تصل إلى عدن وبالتالي نحن نستفق بأن هناك خطر يلاحق اليمن الحقيقة دائما من يتحمل المسؤولية هو المسؤول طيب دعنا نشكي ذا في هذه اللحظة في هذه اللحظة من الحوار الأستاذ شفيع العبد ووكيل وزارة الشباب والرياضة معنا عبر الهاتف أرحب بك أستاذ شفيع هل ترى أن هل تقول أن الحكومة أنت جزء من الحكومة الشرعية بشكل عام قمتم بشكل أفضل بأداء أفضل خلال هذا العام على المستوى السياسي في مواجهة الصعوبات الكثيرة التي تواجهكم والظرف الذي بلا شك هو استثنائي الكل يدرك حقيقة الأوضاع الدائرة في اليمن منذ إقلاب المليشات الحوثية على الدولة وعلى أحلام متطلعات اليمنيين الوضع اليوم في تحديات شتى تقصر أمام الجميع ليس أمام الحكومة الشرعية فقط أنا لا أدافع عن الحكومة الشرعية التي لديها كثير من القصور لديها كثير من الإخفاقات لكن علينا أن نسأل ما هي البيئة التي تعمل فيها هذه الحكومة مدى توفرت الظروف الملائمة لعمل الحكومة كلنا يعلم هناك تحالف عربي الحكومة الإمكانات التي تعمل بها الحكومة أنا لا أبرق ساحة الحكومة من كثير من القصور الحاصل في المشهد اليمنية الإخفاقات الموجودة على المستوى المشروع السياسي وعلى مستوى مشروع القيام بالوضاعف الخدمية للناس وتحقيق حالة من خضور الدولة في المناطق المحررة في مشكلات أكبر من حجم الحكومة ومن إمكانات الحكومة هناك تحديات أكبر هناك انحراف للمشروع الحقيقي الذي يعمل من أجله خلال هذه المرحلة منذ الحرب وهو مشروع استعادة الدولة اليمنية الإشكاليات كبيرة كما أسلف تحديات جمع منها تحديات محلية وإعاقات محلية حدثت لأداء الحكومة إضافة إلى التدخلات الخارجية والإرباكات التي حدثت في المشهد السياسي بشكل عام نحن لدينا أربع سنوات تقريبا من مشروع استعادة الدولة في إخفاقات كثيرة في محرافات حصلت لم يتم الأداء بشكل أمثل ليس من قبل الحكومة فقط أيضا شركاء الحكومة الدوليين والغليميين الذين يخترب بهم مساعدة الحكومة الشرعية اليوم أصبح المجتمع الدولي يتحدث عن طرفين بدل ما كان يتحدث عن مشروع انقلابي في مواجهة الحكومة الشرعية التي تمثل الرافع الحقيقي للمشروع الوطني لا نلقي باللائمة على الحكومة فقط الحكومة تتحمل جزء كبير من المسؤولية لكن هناك شركاء قيميين لديهم جزء كبير من المسؤولية لديهم تدخلات أنحرفت بالمشروع المعلن عن مشروع يستعد الدولة عن السير نحو تحقيق الأهداف المعلنة طيب لكن قبل قليل قال الدكتور فيصل بتشبيه بسيط عندما يمشي ولد في الشارع ويسي التعامل يلوم الناس والد هذا الولد لا يلومون أحدا آخر على أدائه الآن عندما نرى الأوضاع في اليمن بهذا الإشكال والناس على صعيد الخدمات على صعيد المستقبل على صعيد التعليم الصحة كل شيء كل مناحي الحياة تقريبا هناك إشكالات جوهرية فيها حتى على مستوى يعني شعورهم بأن هناك من يسمع صوتهم المسؤولين الحكومين لا يتعاملون بشكل جيد مع الناس في هذا الجانب يعني من نلوم يعني الناس هل يلومون على الناس أن يلوموا التحالف أم أن يطالبوا حكومتهم شرعيتهم التي يخرجوا في كل مكان حتى في جبهات المقاومة يقايموا مع هذه الشرعية معها يعني هم يسألون الحكومة يطلبون منها إجابات يطلبون منها مواقف كما أسلمت أنا لأبرق في الحكومة ومن حق الناس يسألون هذه الحكومة على اعتبار أنها الحكومة الشرعية التي تمثلهم لكن بالمقابل علينا أن نتساءل هل أتيح لهذه الحكومة الشرعية أن يتاعمل بأريحية أن تدير مصادر مواردها أن تدير المطارات والموانا بشكل أمثل هل يعني سأطل فرصة لرئيس الجمهورية أن يتحرك بأريحية في المناطق المحررة علينا أن نضع هذه التساؤلات بالمجمل كي نضع أصابعنا على مكان من الخلل الخلل الحقيقي الذي أدى إلى هذه الإخطاقات صحيح الحكومة الشرعية رئيس الجمهورية يسأل أمامنا لماذا هذا الإخطاق لماذا هذا التغسير لماذا هذا العبث الحاصل في المناطق المحررة من حق الناس أنها تسأل من حق الناس أنها تجد الإجابة لكن بالمقابل على الناس أيضا لا يحمل الطرف الأبعث داخل المعادلة في المشهد السياسي اليمني أنا أعطى أن الشرعية هي الطرف الأبعث في المعادلة في التحالف بشكل عام هناك قوى أقليمية أنتجت أطرف محلية بمثابة سلطات أمورواق أعطت أعطت الحكومة اليمنية من أنها تعمل على تلبية أعمال وتطلعات الناس إذا لما استطع أنا كدولة كحكومة أن أدير المطارات أدير المواناة أعمل على إعادة تصدير النافض تصدير القاد في المناطق المحررة ما هي الموارد المتاحة لديها إذن حتى أستطيع أن أقدم خدمات للناس في قصور في المعادلة بشكل عام علينا أن نصارح أنفسنا جدي لا نبحث من السهل جدا أن نبحث عن شماعة نضع عليها أخطان أوكي ما يحصل تتحمل الحكومة الشرعية لكن ماذا بعد هل الحكومة الشرعية لديها كل الإمكانات لديها كل السلطة داخل مناطق المحررة هل لديها السلطة الكاملة في استكمال مشروع استعادة الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق جد ميليشيات الحوثي أم أن هذه الحكومة وضعت في الدائرة في الزاوية الضيقة وأصبحت بمثابة الشمعة التي سيعلق عليها كل الإدى وسيضع عليها كل اللوم أيضا علينا أن نصارح أنفسنا ما الذي قدمها التحالف العربي حتى الآن فيما يتعلق بدعم الحكومة الشرعية باتجاه بصف نفودها على الموارد أتحدث عن الموارد السيادية للدولة المطارات الموانا النفط هل تفكر الحكومة اليمنية كاملة دعم هل تفكر لها كاملة الإمكانات أم أصبحت بعض يستغل الحكومة الشرعية بمثابة مضلة لتحقيق أو تمرير مشاريع خاصة تتعلق به وبأهدافها المردوة من تدخلها في اليمن طيب نحن الآن قد لا نستطيع تعامل مع التحالف بشكل عام لكن بالمقابل يعني بشكل مباشر نحن بالمقابل نستطيع ربما أن نتحدث عن دور الأحزاب التكتلات المدنية التنظيمات الاجتماعية بداخل هذه الدولة برأيك بداخل اليمن أقصد برأيك هل يعني ما هي جوانب القصور لديها التي إذا ما تحسنت يمكن أن تكون الشرعية في 2019 أن تقدم أداء أفضل على المستوى السياسي كمفتاح لبقية الجوانب يا عزيزي عام 3-2018 هو عام من عوامل الوجع أو الصعب بنسبة لليمنين ها هو ينقضي دون يتحقق شيء من أعمال وتطلعات اليمنين في اتجاه مشروع استعادة الدولة ولو حتى بنسبة مأمولة للناس اليوم علينا أن نتحدث عن كيفية استعادة المشروع الوطني الحقيقي لبناء الدولة اليمنية علينا أن نبحث عن سحالفات حقيقية تحت مضلة الشرعية على اعتبار إنها الرافعة رافعة المشروع الوطني علينا أن نعيد النظر في ترتيب البيت الداخلي للشرعية المرحلة تتطلب أن القوى السياسية اليمنية والقوى الوطنية اليمنية القوى الحية أن تتخلع عن قصوماتها الماضوية أن تنطلق نحو ترتيب الصف التخلص عن الأناء والرقبات والنزاعات الزاسية والرقبة في التخلص من القصوم المحليين بالاستقوى بالأجنبي هذه كلها تعيغ مشروع استعادة الدولة وتورد كثير من القصومات التي تعيغ مشروع استعادة الدولة اليمنية كلما تأخرنا في عاد تركيب البيت اليمني في وضع القوى الوطنية الحية في إيجاد المشروع الوطني الحقيقي هذا يضاعف الكلفة يضاعف الكلفة من حيث الوقت من حيث الخسائر وإلى آخرة اليمنيين يدفعون الكثير اليوم علينا نتخلى من كل الحسابات الماضوية كل الخصومات الماضوية ننطلق نحو المستقبل المستقبل الذي يتمثل في مشروع استعادة الدولة كيف نطلق نستطيع هذه الدولة لا يستطيع طرف معين أن يمضي بمفردة لتحقيق هذا الحلم إذن لابد من تشكيل كتلة وطنية حقيقية تحت مضلة الشرعية كل القوى السياسية الحية كل الأحزاب والتنظيمات السياسية الناشطين الشباب وإلى آخر علينا أن نحقق كتلة وطنية حقيقية باستعادة مشروع الدولة الدولة اليمنية إذا أخفقنا في هذه المرحلة ستتوى لأعوام الإخفاق وستتضاعف النكسات والنكبات وننتحقق شيء من هذا كله وسنظل في دائرة البحث عن شماعة لنحملها المسؤولية بالتأكيد الشرعية تتحمل المسؤولية لكن القوى السياسية أيضا تتحمل المسؤولية الكل يتحمل المسؤولية هذا الإخطاط الحاصل اليوم اليوم يحاولون إيجاد قوة تناهض مشروع ميليشيات الحوثي خارج قطار الدولة لماذا كل هذا لماذا هذا يضعف كل الإمكانات والقدرات التي لدى الجمنيين لتحقيق الحلم الحقيقي لهم المعركة اليوم هي معركة استعادة الدولة والخلاص من هذا المشروع الإمامي الميليشياوي الذي يريد أن يحكمني بدعاء الاستفاء الإلهي أو الحق الإلهي في الحكم نريد أن نعمل مشروع متكامل مشروع سياسي مشروع مدني مشروع يشتغل على الوعي يتعلق بتغيير المساهيم لدى الناس المشروع الآخر المشروع الإنقلادي يستغل الهفوات والقصور الموجود لدى الجميع يستغل حراف مشروع استعادة الدولة عن أهدافه فيبلي تحالفات جديدة كانت تحالفات محلية أو تحالفات على مستوى الإقليم ومستوى العالم ونحن لنحب كل ذلك وما حدث المشاورات السويس إذن أشكرك أستاذ شفيع العبد وكيل وزارة الشباب ورياضة كنت معنا عبر الهاتف أعود إليك دكتور فيصل سمعت ما تفضل به الأستاذ شفيع هو في نهاية المطاف يعني بشكل أو بآخر يمثل هذه السلطة الشرعية ما هو تعقبك طبعا الضيف الكريم حاول أن يعترف بجزء من الحقيقة وليس الحقيقة كلها ونحن نجيب على جزء من الوجه الذي تهرب منه هو قال بأن الحكومة هي الحلقة الأضعاف وأن هناك تدخلات إقليمية ودولية تضعفها هل سمعنا موقفا من الحكومة والسلطة الشرعية بالاعتراض على هذه التدخلات حتى لا نلومها وحتى نقف معها لم نسمع هل الحكومة هي صاحبة القرار في الذهاب إلى السويد قبل تحرير الحديدة العاقل المنطقي يقتضي بأن القرار الحكومي استعادت الحديدة أولا ثم الذهاب إلى المحادثات ثانيا للانتقال إلى مرحلة متقدمة من الفوضى لكن أن تفرض عليه دولة الإمارات والسعودية بالذهاب إلى السويد قبل تحرير الحديدة فهذا خضوع تستحمله تتحمله السلطة الشرعية هي التي تدافع عن المجتمع المجتمع لا يستطيع إلا أن يلوم المسؤول المباشر عنه والمسؤول المباشر عليه أن يتحلى بالمصداق والشجاعة وأن يبين موقفه نحن إلى الآن لم نسمع أي لوما من السلطة الشرعية والحكومة عن تدخلات الإقليم والعالم بنقت شكرا وثناء منقطع النظير وكأن المخطئ الكبير هو الشعب الملعون ابن الملعون هكذا يعني بصريحة العبارة يعني الآن المخطئ هو الشعب يعني يجيب لنا طائرات وسفن نهاجر قزر القمر ولا أمريكا اللاتينية وهم يظلوا يتحاربوا ولا يبيعوا البلد هذه للسعودية يعني للأسف نحن نحمل جميع الأطراف الحكومة ودول التحالف والعالم ولكن المسؤول عني مباشرة دستوريا وقانونا وهو الذي سلم البلد بطبق من ذهب إلى الإنقلاب أولا بتواطئ سياسي خاطئ وكذلك إلى الإقليم بدون اتفاقية مكتوبة ومحددة وكذلك للأمم المتحدة بأن تصبح طرفا في الوصاية الآن بعد اتفاق إستوكولم هي الملامة ولكن أنا سأبرى الحكومة وسأقف معها مهما كانت أداءها سيئا في حالة أن تؤدي ما عليها من واجب وهي أن تقول لدول التحالف لقد أخطأتهم في حقنا لقد أسأتهم في التدخل يعني دول التحالف والإمارة التحديدا اعترضت على المفلحي كمحافظ لعدن واعترضت على المعمري كمحافظ لعدن واعترضت على حكومة بن دغر المعمري كمحافظ لتعز لأن بن دغر نعم أيها المعمري كمحافظة تعز لأنه رفض أن يتقاوب مع التدخلات الخارجية هل تعلم لماذا أقل بن دغر ليس لأنه سيئ ولأنه فاسد ولأنه يستحق لحالة تحقيق ولكن لأن صوته بدأ يعلو ويحدد الاتهام للأطراف المتدخلة خارجيا وهذا أزعق أبو ظايف وأزعق الرياض وبالتالي تم تقالته وأبدله بشخص يقبل هذه التدخلات يعني كيف أنا عندما لا أستطيع أن أجد حكومة تقف لتمثلني تمثيلا حقيقيا من ألو يعني أذهب أنا بنفسي بدون الصفة لأتصارع مع أبو ظابي أنت قدمت لنا هذه النظرة دعنا نسمع الآن ونذهب إلى استطلاع ميداني يعني أخذنا فيه رأي مواطنين حول الوضع السياسي في اليمن خلال عام 2018 نتابع وإياك دكتور والسادة المشاهدين عام 2018 ربما يكون واحد من أصعب العوام التي مرت على عدن عقب الحرب الأخيرة شهدت المدينة اضطرابات موسعة واشتباكات مسلحة بداية العام هناك سرع سياسي استمر وسط العام اقتتال أهلي داخل المدينة شهدته بشكل كبير لكن إجمالا الوضع ربما تحسن لاحقا أبرز الحداث في 2018 حالة الإنقسام السياسي التي شهدتها المدينة تعيين رئيس وزراء جديد لعدن تشكيل حكومة أو تغييرات في بعض الحكومة أودة رئيس هذه أيضا رئيس خلال هذا العام عاد إلى عدن عاقب غياب دام أكثر من عامين تغييرات كثيرة إضراب لقطاعات التربية والتعليم انهيار للعملة ومن ثم تراجع مؤخرا عدن شهدت في العام 2018 بحالة من التحسن نتمنى لها أن تستمر خلال العام 2018 عدن شهدت استغرار أمني كبير لوحظ في توقف العمليات الانتحارية كذلك عمليات الاقتيالات واختصرت في الحد الأدنى عكس 2016-2017 هذا تحسن عكس بشكل عام على الاستثمار في العاصمة عدن من خلال مشاهدتنا إنشاء مشاريع جديدة نهضة معمارية رغم ما زالت هناك عدم تفعيل لدور المحاكم والغضاء أن هناك نهضة معمارية تشريع عدن نتيجة الاستغرار الأمني كذلك توافد النازحين من مختلف المحافظات الشمالية إلى عدن هذا مؤشر على أن عدن بقى عادة لها الأمن والاستغرار بالتزامن مع التوافق ما نقول التوافق السياسي إذن تبعنا وإياكم وضيفنا الكريم مشاهدين هذا الاستطلاع المختصر أو المحدد أعود إليك دكتور هناك نقاط كثيرة أريد التعريج عليها مسألة الأحزاب السياسية خلال هذا العام أيضا مسألة مشاورات سوك هولم وكذا دور الأمم المتحدة سوحاول معنا ست دقائق سنقسم الوقت فيما بينهما دعنا نبدأ أولا بالفاعلين المحليين الأحزاب السياسية كيف تعاملت مع الوضع في البلاد كيف كان أداؤها هل كانت أكثر عقلانية خلال هذا العام هناك بيت شعري شهير ممكن أن يفسر دور الأحزاب السياسية وعلاقتها بسلطة الشرعية وهذا البيت يقول إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص القيادة السياسية للأحزاب هي مرتهنة في الرياض مثلها مثل السلطة الشرعية وهي أكثر ثناء على دول التحالف وعلى السلطة الشرعية ولا يوجد أي ممارسة حقيقية على الأرض لممارسة الضغط السياسي بعدما انحراف وأخذ اليمن بعيدا إلى حرب ما لا نهاية وإلى تدمير ما لا نهاية يعني كان يفترض على هذه الأحزاب والمجتمع المدني أن يكون صلبا وأن لا يقف يعني موقفا غامضا أو تابعا للسلطة فهي مستقلة عن السلطة وأن تمارس الضغط على الرئيس الشرعي وعلى فريقها الحكومي حتى يحسن من الأداء على الأرض يعني ما نلمسه من تحسين هو تحسين يشبه التخدير الموضعي أو المؤقت يعني الإنسان ربما في لحظة معينة نصحى ونحن في أشد المرض وفي أشد الألم المسكنات ليست علاجا علماء الطيب يعرفون ذلك بأن المسكنات ليست علاجا العلاج شيء آخر طيب دكتور المعذرة طيب الآن هناك يعني إذن بشكل واضح يختصم اليمنيون يريدون أن يصلوا إلى حل يذهبوا إلى المجتمع الدولي يبدو أن هذا ملخص ما يحدث خلال الأعوام الأخيرة في اليمن من خلال ما نتابع كيف كان إذن أداء الأمم المتحدة كوسيط كميسر أو ربما كمدير للسياسة في البلاد الأمم المتحدة تشتغل على جناحين جناح الفصل السادس وهي المساعي السلمية لحل المشكلات في العالم وهي لا تتحمس للقضايا بنفس القدر وهناك الجنح الثاني جنح مجلس الأمن وهو الذي يشتغل على الفصل السابع والقوة الرادعة لانتهاك القانون الدولي وهذا لا يتحرك أيضا ولا يكون فاعلا إلا بقدر ما يموس مصالح هذه الدول وكذلك مصالح الأمن السلم الدولي الذي يخصها هي ولا يخص الدول التي تقع فيها الصراعات فالصراعات الممتدة بين الكوريتين بين قبرص اليونانية وقبرص التركية في أفريقيا في ليبيا في العراق في أفغانستان الصراعات ملتهبة هي لا تهم الأمم المتحدة إلا بقدر ما تحقق من إطفاء الحرائق إلى الحد الذي لا لا يشتعل أثره إلى تحديد الأمن والسلم العالمي وكذلك الأمم الدول الدائمة لمجلس الأمن هي بيدها القرار لا تتحمس إلا وقم صالحها الحقيقة النظام الدولي لا ينبغي التعويل عليه والأمم المتحدة تشتغل وفق الفراغ فإذا ما وقدت قوة صلبة على الأرض فهي لا تستطيع أن تدخل كمنافس أو كند لهذه القوة ما لم تكن هذه القوة ذات أثر بقضايا دولية تخصها يعني فالأمم المتحدة تشتغل على الفراغ التدخل الإقليمي والوصالي الإقليمي تشتغل على الفراغ ونحن داخليا كحكومة وسلطة وأحزاب ومجتمع مدني نحن من خلقنا هذا الفراغ خلقنا ثقبا أسودا وجعلنا من اليمن ملعب للجميع تجرب فيه الأسلحة تجرب فيه تدخل لم تتذكر بأنه قبل عام تدخلت قوات كامندوس إلى البيضاء لتقريب عمليات نوعية معينة بسلاح جديد دون علم السلطات وكذلك الرئيس السابق أيضا منح هذه القوات الأمريكية والإدارة الأمريكية شيك على بيض بالتدخل يعني أصبحت اليمن ساحة مفتوحة للجميع بما فيهم الدول الضعيفة مثل دبي والسعودية الرياض أقصد الإمارات والسعودية الدول الضعيفة لا تستطيع أن تدافع نفسها في أي مواقعة عسكري نديم مع دولة قوية مثل إيران وتأتي لكي تحارب إيران في اليمن بينما إيران هي أقرب إليهم في طنوب الصغرى وطنوب الكبرى وهي على تمس معهم في دول الخليج والسعودية تذهب لتبحث تفرض نفسها عن اليمن لكي تجد لها منفذ بري للبحر العربي لأنبوب نفطي وتفرض نفسها بقوة عسكرية دون إذن من السلطة الشرعية ودون اتفاق وهي تحاول الآن تجمع مجلس النواب حتى تشرع أي اتفاق أو رضا لهذا التدخل يعني ما الذي يذهب بالرياض وأبو ظبي لسقطرة والمهرة وهي لا توجد فيها لا انقلابيين ولا خلال اختلال أمني ولا يوجد فيها حتى إرهاب يعني وهذه الرخاوات تتحمل مسؤوليتها الحكومة هل اعترضت الحكومة على مثلات التدخل المجتمع المحلي في المهرة والذي يرفع صوته العالية من رحيلة السعودية ورحيلة التدخل وعدم يعني يكاد الوقت يدهم دعنا بسؤال أخير الآن المعني بالدفاع وبيقل من المستوى السياسي تقريبا سيكون هناك تحسن طفيف إذا ما ظلت هناك ضغوط تمارس على دول الخليج التي ستخفف الضغط على اليمنين وبإمكان تخفيف هذا الضغط يساعد السلطة المحلية على الأداء الجيد ولكن على المستوى السياسي لن يتغير شيء ما لم يتم كسر الحوثيين كسرا حقيقيا يجعلهم إما ينسحبون ويستجيبون لقرار الأمم 22-16 أو تتحرك القوة الداخلية بدعم خارجي أو بقرار ذاتي لكسر هذا القمود وتحرير المحافظات المحافظات الأخرى أشكرك دكتور شكرا جزيلا أشكر لكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر